لو حضرتك مريض سكر وبتاخد انسولين ففي مناطق معينة كده في الجسم بيفضل ان احنا ندي فيها الانسولين اللي هي زي ما احنا عارفين وزي ما هي قدامك في الصورة كده منطقة البطن منطقة الفخزين من ناحية برة شوية كده ومنطقة الزراعين من الخلف وممكن كمان الباتوكس دي افضل مناطق ندي فيها انسولين والطريقة بتكون ان المنطقة اللي انت هتدي فيها الانسولين بتجيب الكحول وايبس او كحول يعني واتطهر هذه المنطقة بشكل دائري وبعدين بتمسكها بايدك بتعمل لها بنش وتجيب سرنجة الانسولين بتاعتك بعد ما تكون حضرت الجرعة بتاعتك المناسبة حسب طبيبك طبعا وما فيهاش هوا وبعدين بتدخل فيها عمودي بقى انت ماسك بايد وبتدخل بالايد التانية بالسرنجة عمودي على هذا الجلد وتدخل السن لنهايته وبعدين تضغط بالراحة وتدخل الانسولين وفي رأيه بيقول ان احنا بعد ما بندخل الانسولين بنستنى حوالي خمس ثواني كده وبعدين نشيل السرنجة طبعا السرنجة بعد كده بنتخلص منها بشكل آمن كذلك الامر لو بتدي الانسولين بقلم انسولين برضو الابرة بتاعته بنستخدمها مرة واحدة وبعد كده بنتخلص منها وفي ملحوظة كمان عايزة اقولها ان احنا لازم نغير مكان الحقن كل مرة في بعض المرضى بيستسهل ايده مثلا بيعرف يمسك كده ويدي كده فكل مرة بيدي في نفس المكان فده غلط طبعا لازم نعمل روتاشر لازم نغير المكان كل مرة عشان ما يحصلش تلايف في مكان الحقن ده وبعد كده الامتصاص يبقى فيه مشكلة ويبقى فيه مشكلة في الجلد كمان فمثلا المريض لو اده في نقطة معينة المرة اللي بعدها يبعد عنها 2 سنت ونص المرة اللي بعدها يبعد 2 سنت ونص المرة اللي بعدها مثلا يغير المكان خالص يعني بدل ما كان بيدي الناحية دي يدي الناحية دي وبعد كده يبعد 2 سنت ونص 2 سنت ونص وبعد كده ينزل على الرجل وبعد كده ينزل على الرجل التانية وهكذا فلازم نعمل روتاشر لازم نغير باستمرار شان ما يحصلش تلايوب في مكان الحقن ويحصل مشاكل موضعية وده ممكن بدوره يؤثر على امتصاص الإنسولين ودومتم في أمان الله